مرحبا أيها المفكرون الصغار سوف يكون حرفنا لهذا الأسبوع هو حرف الياء هكذا يكون شكل حرف الياء سوف أقوم الآن بقراءة نص القراءة الموجود في كتاب اللغة العربية قالت سمسم أنا أحب أبي هل رأيتم حرف الياء في آخر الكلمة؟ أبي قال وسيم أنا أحب أمي أمي حرف الياء في آخر الكلمة قال سكر أنا أحبكم جميعا إذن كلمة أبي وكلمة أمي موضوع الدرس هو أحب أسرتي الأسرة هي أيضا من مواضيع وحدة من نحن الموجودة في الصفحة الرئيسية الآن سوف أقوم بعرض هذه الصفحة لديكم تتحدث عن أجزاء الجسم أيضا أجزاء الجسم من وحدة من نحن انظروا إلى الكلمات عيني هل رأيتم حرف الياء الذي لونه أحمر في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة أي أصدقائي أريد أن تكونوا طلابا مطلعين ومتأملين إن تأملوا حرف الياء الموجود في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة في كلمة عيني أيضا حرف الياء في آخر الكلمة يدي حرف الياء هنا في أول الكلمة وفي آخر الكلمة رأسي حرف الياء في آخر الكلمة أذني حرف الياء في آخر الكلمة أنفي أيضا وقدمي هل رأيتم حرف الياء الذي لونه أحمر هنا في ورقة العمل حادث أريد منكم أن تضعوا دائرة حول الكلمات التي يوجد فيها حرف الياء أريد هنا منكم أن تنتبهوا وتتأملوا جيدا وتكونوا طلابا متأملين ومطلعين على هذه الكلمات انظروا جيدا استمعوا جيدا إلى الكلمات ثم ضعوا دائرة حول الكلمة التي يوجد فيها حرف الياء فراولة فراولة هل يوجد فيها حرف الياء؟ كلا إذن لن نضع دائرة حولها كلمة ليمون ليمون نعم يوجد فيها حرف الياء لذا سوف نضع دائرة على صورة ليمون جذر جذر هل يوجد فيها حرف الياء؟ كلا إذن لن نضع دائرة حول كلمة جذر تين تين نعم يوجد هنا حرف الياء في وسط الكلمة إذن سوف نضع دائرة على صورة التين بطيخ نعم أيضا يوجد حرف الياء سوف نضع دائرة على حرف على صورة البطيخ هنا سوف نستخدم مهارة الكتابة بكتابة حرف الياء في أول الكلمة وحرف الياء في آخر الكلمة إذن هكذا يكون شكل حرف الياء في أول الكلمة وهكذا يكون حرف الياء في آخر الكلمة هنا سوف نقوم بهذا التمرين الرائع الذي يمكننا من وضع كل أدوات المدرسة على هذه الصبورة سوف نلصق هنا كل أدوات المدرسة الموجودة في الكتاب على هذه الصبورة وسوف أيضا نمارس مهارة المحادثة وأيضا مهارة الاستماع لاستماع إلى هذه القصة الجميلة ومن ثم التحدث عن هذه القصة بأسلوبكم الخاص إنها قصة حرفية تتحدث عن ياسر الذي أضع جهازه اللوحي وماذا حصل معه؟ إذا أريد منكم أن تكونوا طلابا مهتمين بهذه القصة ومتواصلين مع أصدقائكم